أجمعت دول آسيا والمحيط الهادى الباسيفيك على اختيار البحرين ممثلة في سعادة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية لتولي مقعد نائب رئيس المؤتمر الاقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادى لوزراء العمل والتشغيل لدول الاقليم المنعقد في بالي بجمهورية اندونيسيا بتنظيم واشراف من منظمة العمل الدولية المؤتمر يعد اهم مؤتمر اقليمي تنظمه منظمة العمل الدولية لبحث القضايا والتحديات التي تواجهها دول الاقليم في مجال العمل والتنمية ويأتي اختيار البحرين لتولي هذه المرتبة الدولية الرفيعة تقديرا للسياسات الاستراتيجية التي اطلقها عاهل البلاد المفدى في اطار المشروع الاصلاحي الشامل وكذلك المبادرات والبرامج التي اطلقتها الحكومة الرشيدة والتي وضعت البحرين في مرتبة دولية رفيعة وسجل حافل بالمنجزات العالمية من ابرزها المحافظة على الحقوق العمالية للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة على حد سواء وكذا احمد انبيان البحرين ستكون وفية دائما للمبادئ والحقوق الاساسية في المجالات العمالية وستعمل مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال عضويتها في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية ومن خلال المواقع الدولية التي تشرف بالحصول عليها لخدمة قضايا العمل والانتاج ودعم اهداف منظمة العمل الدولية وتحقيق توازن البناء في العلاقة بين اطراف الانتاج الثلاثة وتشجيع الحوار الاجتماعي المثمر فضلا عن دعم الجهود المشاركة على المستويات الاقليمية والدولية لما فيه الخير والتقدم في جميع المجالات